تستعد حكومة الاحتلال الصهيوني للبدء بتحركات جادة لإبعاد عائلات فلسطينية من الضفة الغربية والقدس إلى قطاع غزة وعث رئيس الوزراء الصهيوني بن يامين نتنياهو إلى المستشار القانوني لحكومته بالنظر في إمكانية بعاد ذوي منفذ العمليات الفلسطينية ونشر مكتب نتنياهو الأربعاء نسخة من رسالة الخطية التي بعث بها رئيس الوزراء الصهيوني للمطالبة بإجراء دراسة قانونية لإمكانية بلورة إجراءات تسمح بطرد عائلات منفذ العمليات ومساعدهم من الضفة الغربية ومدينة القدس وأشار نتنياهو في رسالته إلى أن الأشهر الأخيرة الماضية التي أعقبت انتفاضة القدس المندلعة منذ مطلع تشرين أول أكتوبر 2015 شهدت إقدام العديد من الشبان الفلسطينيين على تنفيذ عمليات فردية عادا أن هذه العمليات تمت بدعم عائلاتهم وعائلات أخرى مساندة لهذه الأنشطة وبحسب ما جاء في الرسالة فإن نتنياهو يرى أن استخدام هذه الأدات القانونية سيؤدي إلى تقليل العمليات الإرهابية التي ترتكب ضد إسرائيل ومواطنيها ومن الشدير بالذكر أن حكومة الاحتلال الصهيوني ومجلسة الوزارية المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينت صادق على مجموعة قرارات عقابية بحق منفذ العمليات الفلسطينية من شهداء وأسرى وعائلاتهم ومن بين أبرز هذه العقوبات هدم منازل منفذ العمليات ومنع عائلاتهم من إعادة بنائها مجددا وحرمان المقدسيين منهم من إقامتهم الدائمة في مدينتهم فضلا عن مصادرة ممتلكاتهم فيما اتسع نطاق العقوبات في أحيان كثيرة لتتسم بالجماعية فتفرض على أهالي المناطق التي ينطلق منها منفذ العمليات وتجتبل على أغلاقها ومحاصرتها وسحب تصاريح العمل من أهاليها وغيرها من الإجراءات